السلام عليكم أحبتي نواصل اليوم سلسلة تمارين والأنشطة المقدمة لأطفالنا لترسيخ حروف الهجاء وتثبيتها بإذن الله من خلال الأنشطة التطبيقية في قادم الآيام إن شاء الله سوف نقدم لكم مجموعة من الأنشطة النظرية مع توفير أوراق العمل بسم الله بالنسبة لنشاط اليوم هو نشاط اللظم وهي من الأنشطة المهمة جدا وأخذتها من منهج مونتي سوري تساهم أنشطة اللظم في تقوية التركيز والإدراك لدى الطفل كما تساهم في تنمية الحركة الدقيقة وهي أيضا من تمارين ما قبل الكتابة أو تمارين تهيئة الطفل للكتابة بالنسبة لنشاط اليوم سوف نحتاج إلى كمية من العجين ومسدس شمع أيضا يمكننا استبدال كمية العجين بقطع من مصاص العصير نقوم بقصها ثم نكتب على ورقة بيضاء الحروف أنا هنا أردت فقط أن أعطيكم مثال لكن من المستحسن أن يكون كل حرف في ورقة على حدة بالحجم الكبير كي يتمكن الطفل من القيام بكل سهولة بنشاط اللظم إذن نقوم بإلساق حبات العجين أو قطع مصاص العصير في اتجاه كتابة الحرف ويقوم الطفل تدريجيا بإدخالي الخيط في الثقب الموجودة في حبات العجين مثلا لعملية الإلساق استعملت مسدس الشمع من الأفضل استعماله لكن إذا كانت تتوفر لديكم نوعية جيدة من اللساق يمكنكم أيضا استعمالها واستعملت أيضا هذه الخيط وفي الختام أتمنى أن يعجبكم النشاط وأن تستمتعوا به رفقة أطفالكم وأن يستفادوا منه شكرا لكم والسلام عليكم